دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا وسهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام شهر رمضان وعلى قيامه وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم أمين يا رب العالمين مشاهدي الكرام نعيش في هذه الحلقة المباركة حول موضوع مهم للغاية ألا وهو ترك الأثر فالإنسان منا والناس جميعا دائما يبحثون في حياتهم عن الأمور التي تعيشوا والتي تظل معهم زمنا طويلا فهناك شيء يبقى وهناك شيء يفنى هذه حقيقة أكرها الله سبحانه وتعالى وبيّنها الله عز وجل حيث قال سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى بيّن الله عز وجل هذه الحقيقة حقيقة الفناء وحقيقة البقى فالإنسان أي إنسان مننا إذا أراد أن يشتري أثاثا لمنزله أو أراد أن يشتري سيارة أو أن يشتري ثيابا أو غير ذلك دائما ما يبحث عن الشيء الذي يعيش زمنا طويلا أما المؤمن المتعلق بربي سبحانه وتعالى والمتعلق بلقاء الله عز وجل والمتعلق بالدار الآخرة دائما ما يبحث عن الشيء والأمر الذي يبقى له بعد موته الشيء الذي سيجازى عنه أمام الله سبحانه وتعالى الذكر والشيء الذي يظل اسمه به باقيا إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها فهناك أمور خير وهناك أمور شر الإنسان المسلم المؤمن هو الذي يبحث عن الشيء الذي يبقى له عند ربه سبحانه وتعالى الذي يجازى عليه أمام الله عز وجل وَلْتَلِّكُ الْخَلِيلُ إِبْرَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كان من جملة دعائه لربه سبحانه وتعالى وَاجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْآخِرِينِ وَاجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْآخِرِينَ اجعل لي عملا صالحا مقبولا عندك يا رب اجعل لي كلمة أذكر بها عند الناس اجعل لي شيئا صالحا أذكر به أمام الناس واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا الدعاء الجميل الشيق من سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل من ربه سبحانه وتعالى أن يكون له أثر فهذه الدنيا أيها الأحبة الكرام كلها زائلة كلها زائلة لا يبقى منها إلا العمل الصالح الذي يكون مع الإنسان في قبره الذي يشفع له عند ربه الذي يلقى الله عز وجل به وهو راض عنه هذا العمل الصالح هو الذي يبقى ولذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا ما إلا متاع زائل ما هي إلا متاع زائل كل متاع الدنيا قليل أي أمتعة من متاع الدنيا تبقى لا متاع يبقى إنما الدنيا حقيقتها متاعها قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضرب الله عز وجل مثلا لهذه الدنيا حيث قال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس هذه هي حقيقة الدنيا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذه الدنيا ما هي تمر على الإنسان إلا وكأنها لحظات كأنها ساعات أو دقيقة يعيشها الإنسان ثم تمر عليه الدنيا مسرعة ويظل الإنسان بعمله أمام الله سبحانه وتعالى عمله باقيا إما شاهدا له وإما شاهدا عليه إما عملا صالحا مقبولا عند الله عز وجل يشفع لصاحبه في الدنيا ويشفع لصاحبه عند الله عز وجل ويكون لصاحبه نورا في قبره وإما والعياذ بالله أن يكون عملا خبيثا عملا غير طيب عمل سوء يشقى به الإنسان في دنياه ويشقى به الإنسان في قبره ويشقى به الإنسان عند لقاء ربه جل وعلا ويشقى به الإنسان في الدار الأخرة أما الدنيا وما فيها كما ضرب ربنا سبحانه وتعالى المثل وبيّن أن أفضل ما في هذه الدنيا المال والبنون حيث قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا ثم يبين الحق سبحانه وتعالى الحقيقة أن الذي يبقى هو الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذه الباقيات الصالحات من ذكر لله سبحانه وتعالى فكما قال بعض المفسرين وكما قال بعض أهل العلم كابن الجوز وغيرهم أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذكر بعض أسلافنا أن الباقيات الصالحات كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الباقيات الصالحات هو كل عمل يتقبل كل عمل يصل إلى الله سبحانه وتعالى كل عمل يخلص فيه الإنسان لربه عز وجل كل عمل يبقى للإنسان أجره وثوابه بعد موته فالعمل الذي يبقى له الأجر ويبقى له الثواب هو من جملة الباقيات الصالحات وقال بعض المفسرين أن الباقيات الصالحات هي الصلاة فالصلاة نور والصلاة ستر وحجاب يحجب الإنسان أو تحجب الإنسان عن عذاب القبر وتحجب الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى وتحجبه من النار فالصلاة نور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فالباقيات الصالحات هي ذكر الله عز وجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره من جملة الباقيات الصالحات الصلاة الصلوات الخمس التي إذا حافظ عليها الإنسان أو حافظ عليهن الإنسان كانت له نورا يوم القيامة الصلوات الخمس التي أمر الله عز وجل بها المسلمين حيث قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والمحافظة على الصيام والمحافظة على القيام والمحافظة على كل ذلك إنما هو من جملة الباقيات الصالحات التي يبقى أثرها ويبقى أجرها عند الله سبحانه وتعالى معنا مكالمة تلفونية ماريا من اسكندرية أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله يحفظك أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكي ولمسلمين جميعا حج بيتي الحرام آجلا غير وعاجل اللهم أمين يا رب العالمين وأن يهدي أولادك وأولاد المسلمين جميعا وأن يردنا والمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم أمين يا رب العالمين الله يحفظك يا رب العالمين شكرا جزيلا فالباقيات الصالحات هي ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر لله عز وجل والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا من جملة الباقيات الصالحات التي تبقى لصاحبها ويبقى لها الأثر والأجر عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يلفت الأنظار ويلفت الانتباه إلى هذه الحقيقة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء يفعله الإنسان في حياته مكتوب عليه ومحاسب عليه أمام الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فلابد للإنسان أن يكون له أثر طيب عند الله سبحانه وتعالى مكالمة الفنية إبراهيم إبراهيم من كفر الشيخ يا أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك ويرضعنا كل سنة هم تطيبين وأنتم الصحة والسلامة والعافية والستر من الله سبحانه وتعالى الله يكرمك الله يديك الصحة الله يكرمك يا رب العالمين وإياكم الله أنا عايز أسألك سؤالي عم الشيخ اتفضل أنا عايز أسألك والنبي تدعي العيالي وتعاليهم يصلوا كده عشان بيكتعوا في الصلة ويكتعوا في الصلة كده ومش ماشين عدل مش عايبيني أنا عايز أكتعتعيلهم والنبي في العزل أنا معايز أترجيش وأترجي بلغط تمام ندعيلهم إن شاء الله ما فيش مشكلة ولكن أنت يعني دورك فين في هذا الأمر يعني هل حضرتك بالنسبة لهم لابد أن تعلم أنك لهم قدوة يعني حضرتك قدودهم القدوة بتاعتهم أنا بصلي وأنا بصلي والله والحمد لله تمام أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم أن يعيننا وإياكم على ذكر وعلى طاعته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إليه وأن يردهم المسلمين إلى دينهما ردا جميلا وأن يجعلهم من المحافظين على الصلوات اللهم أمين شكرا جزيلا لاتصالكم نكمل أم هل لك اتصال آخر طيب فذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة كل هذا من الأثار التي تكتب على الإنسان وتكتب للإنسان ويلقى الله عز وجل ويسعد بها في دنياه ويسعد بها في قبره لأن هناك لحظة يتمنى الإنسان فيها أنه يعود إلى الدنيا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قال بعض المفسرين أن هذا يكون في القبر عندما يلقى الإنسان الملائكة الكرام فيسألونه وينبئونه بما قدم وبما أخر فماذا يفعل وماذا يجيب يتمنى الإنسان ساعتها أنه يهرب ولكن من أين أين يهرب وأين يفر وهو بين يد الله سبحانه وتعالى وهو في قبره ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقيل أن هذا يكون يوم القيامة ساعتها يتمنى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يتمنى أنه لو قدم لحياته وقدم في حياته فالإنسان لابد أن يقدم أثرا طيبا وعملا صالحا يلقى الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات نبينا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم مات ولكنه ترك أثرا طيبا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضل فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علم صحابته الكرام أن يقدموا أثرا طيبا يكون لهم بعد موتهم ويكون لهم شافعا أمام الله عز وجل ولذلك عندما ننظر في سير الصحابة الكرام ماذا قدموا هل كان همهم الدنيا وهل كانت تشغلهم الدنيا ومتاع الدنيا وأموال الدنيا أن يتركوا أثرا طيبا وأن يتركوا عملا صالحا أم كانت لهم أعمال صالحة خالصة لوجه الله عز وجل يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى مع انشغالهم بالعبادة وانشغالهم بالدنيا وانشغالهم بذكر الله سبحانه وتعالى وكل أمر من أمور الدنيا ولكن مع ذلك تركوا أثرا طيبا بقي لهم عند الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم به أم أحمد من قناة أهل وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله عليكم عزك تدعي أول حاجة لأخي الكبير وأنا منفصلة مطلقة يعني هو بيعولني أنا وابني وزي كده ده مين والدك عزك تدعي أخويا الكبير أخوك يعني حاضر عشان أنا مطلقة وهو بيعولني أنا وابني الكبير وأنا ما انتبكش أي اتحاد أعمل شخص يعني مطلقة يعني مطلقة في البيت كده يعني أنا هو يعني بيصرف علي وزي كده يعني مش عارف أعمل إيه يعني إن إيه إحكاية مطلقة في البيت كله أقول له كتب لي مطلقة يقول لي ماشي بعدين وزي كده أخوك يكون بيعمل إحكاية إنه هو إيه إنه بيصرف علي يقوم ما يجي في البيت كده ما لجيش مكان أبعد فيه ربنا يصلح بينكم يا رب إن شاء الله تعالى ويبارك فيكما ويحفظكما وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المودة والمحبة بينكم وأن يؤلف بين كل بكما وأن يرشدكما إلى الصواب وإلى الطريق الصحيح وأن يبارك فيه وأن يحفظه ولابد أن يعلم أن لكل حق حق فلابد أن يعطيك حقك ويسأل الله تعالى أن يخلف عليه فيما ينفق وأن يتقبل منه اللهم أمين يا رب العالمين شكرا لإتصالك أم أحمد إنه بيصرف علي وبيعوني أنا ممكن يقول لك إن دي تفرق عليها الصوت مش واضح تفضلي إنه بيصرف عليها يعني وبيساعدني في الحياة كده ممكن يقول دين عليها يعني ليس دينا عليك يعني إذا تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل يعني فأنت مسؤولة منه أو أولدكم عايش أو متوفي متوفي ربنا يرحمه يا رب إن شاء الله فأخلص أنت مسؤولة من أخوك وهذا العمل يعني يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى يعني تقرب إلى الله عز وجل به لعله نحن نسا بنتكلم النهاردة في ترك الأثر يعني فإذا كان الإنسان يترك أثرا طيبا من صدقة أو من إخراج شيء من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى فالأولى به فالأولى به يعني صاحب ذي الرحم والقريب لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك العمل هو شافعا له يوم القيامة وأن ينجيه من النار بسبب هذا العمل يعني شكرا لكم ورحمة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم عندما ننظر إلى سلفنا الصالح وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قدموا لأنفسهم أعمالا صالحة يبتغون به وجه الله عز وجل أعمالا صالحة يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى بني سلمة كانت ديارهم بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا بيوتا قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون يعني قريبة من المسجد فيحضروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأخروا عن الصلاة يعني ولكنهم أرادوا التقربة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم وكان رجل منهم بيته بعيد عن المسجد فكان يأتي ذهابا وإيابا يعني يمشي على قدمه فقال له الناس هل اتخذت لنفسك حمارا تأتي عليه وترجع عليه يعني البيت بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي في الحر ويأتي في البرد ويأتي في المطر ويأتي في كل الأوقات ليصلي ويحافظ على الصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الناس هل اتخذت لنفسك حمارا ذهابا وإيابا فقال إني أحب أن يكتب أثري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعندما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الناس يشتكون هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يريد أن يكون له حمار يأتي ويذهب عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد كتب له أثرا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولذلك عندما ننظر إلى الصحبي الجليل سيدنا أبي بكن الصديق رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قدم لدين الله عز وجل ماذا قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ترك أثرا طيبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يطلب الصدقة من الناس فيأتي أبو بكن الصديق رضي الله عنه أرضاه بماله كله ويضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله النبي ماذا تركت لأولادك ماذا أبقيت لهم فيقول الصديق رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب الله عز وجل به المثل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فالذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو باكن الصديق الذي استحق هذه المكانة العظيمة العالية استحق مكانة الصديقية يأتي بماله كله ليضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل النبي ماذا أبقيت لأولادك فيقول له أبقيت لهم الله ورسوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أثرا طيبا ففي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام مقدما كل ما يملك مقدما ماله وبدنه وكل ما يملك للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يشتري أرضا بخيبر ثم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويخبر النبي أنه أخذ مالا وما كان عنده مثل هذا المال ومثل هذه الأرض الطيبة التي اشتراها ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك رأس مالك وتصدق بالباقي فتصدق بهذه الأموال وكان يأتي بماله للنبي عليه الصلاة والسلام ويتصدق بكل ما يملك ووجود عمر رضي الله عنه وأرضاه لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل هدى من البحيرة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قطع الاتصال نكمل فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في ترك الأثر لأنهم علموا حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا مهما الإنسان عاش فيها ومهما اشترى فيها من أثمن الأشياء التي تبقى لابد لها أن تفن فهذه حقيقة عندما علم الصحابة هذه الحقيقة كانت تشغلهم وكان يشغلهم لقاء الله سبحانه وتعالى يشغلهم أن يكون لهم أثرا طيبا علموا أن الدنيا هذه ما هي إلا كمطعم ابن آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم فإن قزحه وملحه حطلوا أحسن البهارات وأحسن وأكل أفضل الأطعمة ودخل أثمن المطاعم وأغلى المطاعم وأكل أفضل الملاذ ثم بعد ذلك يصير إلى ماذا إلى ما نعلم جميعا يأكل ثم تذهب هذه اللذة لذة الطعام الثمين يجدها عندما يأكل ثم بعد دقائق معدودة تذهب لذة الطعام ولا يبقى منها شيء هذه حقيقة الدنيا أم كريم أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا حضرت الشيخ أنا عندي يعني أنا أنا بحوش فلوس من وراء جولي يعني مش من المصروف البيت كده وبحوشتها إن أنا مبدأش لوالد ولا حد إن أنا بحوشها لولياتي للزمان يعني إحنا قاعدين في الجار وإن أنا عايز إن أنا أسترس أحجوز من النوع اللي ما بيحوش فلوس فلو بيضيعه كده ما عاوش يعني إن هو يحوش مش كده ما بيحبش إن يحوش نعم يعني كده إن أنا حرام إن أنا مش أيلل الفلزيات إن أنا حيشي إن أنا أيلل الفلزيات إن أنا أيلل الفلزيات يعني أنا جزء منها مده لولدي إن أنا زاورت كده أو حاجة إن أنا شايلل الزمن ولولادي نوع من النوع اللي ما بيحوش ولا بيخز يعني لو عارف نوع اللي ما بحوش ممكن يخطهم يضع حك طالما أنه للمصلحة مصلحتكو ما يعني فلا شيء إن شاء الله تعالى ما فيش أي مشكلة ولا حرك بإذن الله تعالى ما أ shortage من داعنا حرام وإيه لا لا حرام ولا شيء طالما أنه في نفس المصلحة نوع من النوع بالرغب يعني كذا أنه معي ثلاث أولاد وأنه ما معيش أي حاجة دخلي كان غير شغل باليومية كده وأن أنا بحاش من وطروف البيت ده بس ما بقوله بقوله ولو إنه هو عرف هل هيمنع في حاجة ذي كده؟ يعني لو أنت قلت له هل هو يرفض ويقول لا أه؟ لا هيصرف ويقول لي هات يعني مش هيصرف ويتاكل عليها مش هيشتغل يعني هيقول لي أنت معيك ومشاش بحيدينا زي ما بيدينا هيقول لي أنت معيك وخلاص هات من اللي معك وابقى أجيك بعدين والكلام ده أنه هو ما بيديش يعني أنا ما عايش نحاوش أصلا ما عايش يعمل حاجة ببكرة ولو الوال لا شيء عليك إن شاء الله ما فيش مشكلة وربنا عينك يا رب أنت هو إن شاء الله تعالى على يعني أولاديكم شكرا من اتصالك نكمل نعم نكمل إن شاء الله تعالى فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام تربعوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم أثرا طيبا حتى يلقى الله عز وجل به وهو راض عنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل يعني ضرب لنا أروع الأمثلة وكانت له كان له عمل عظيم خلد ذكراه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد جمع القرآن في مصحف قام بهذا العمل الجليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه ومات عثمان ولكن بقي أثره وبقي له ذلك العمل وأجره موصول إلى الله سبحانه وتعالى وموصول إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع النبي في سفره ويجلس مع النبي في حضره كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ هل من أجل منصب ولا من أجل كرسي ولا من أجل دنيا؟ لا والله إنما كان من أجل أن يتلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام ليكتبها ويدويها ثم ينقلها إلينا وهكذا وصلت إلينا هذه الأحاديث عن طريق الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه مات أبو هريرة ولكن بقي له أثره الطيب وبقي له العمل الصالح العلم النافع الذي ينتفع الإنسان به فحقيقة أيها الأحبة الكرام لابد أن نعلم جميعا أن الإنسان يموت ولكن يبقى له عمله وأثره والعمل الصالح إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له مع مكالمة تلفونية مونة من إسماعيلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مرحبا أهل وسهلا السلام عليكم وأسأل الله عز وجل أن يعطي كل محروم أسأل الله تعالى أن يعطي كل محروم وأن يرزق كل محروم اللهم أمين يا رب اللهم أمين إلا عفوزكم الله خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا أعمالا صالحة وتركوا أثرا طيبا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل لله سبحانه وتعالى يصلي قيام الليل ركعات طويلة في ظلمة الليل فيسأله الناس عن ذلك فيقول هذه ركعات في ظلمة الليل أعدها لظلمة القبر سنكتب ما قدموا وآثرهم هذا أثر طيب يقوم لله سبحانه وتعالى الليلة الطويل من أجل حتى إذا دخل القبر وجد هذه الركعات ركعات في ظلمة الليل أقدمها لظلمة القبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه لما علم قول الله تعالى سنكتب ما قدموا وآثرهم وعلم حقيقة الدنيا كان يتخير اليوم شديد الحر فيصوم فيه اليوم شديد الحر فيصوم فيه فيسألونه عن ذلك يا أبا موسى تختار اليوم شديد حره لتصوم فيه فيقول أصوم في يوم شديد حره ليوم شديد حره أصوم في اليوم شديد الحر ليوم هو أحشد حرا وهو يوم القيامة لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال من عطش نفسه يوما في سبيل الله من عطش نفسه يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة بسبب ماذا؟ بسبب يوم واحد يوم شديد حر صام الإنسان فيه لله سبحانه وتعالى فما بالنا بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ثلاثون يوما تصومها لله سبحانه وتعالى ولكن لا بد أن تعلم أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وقبول الصيام وقبول الصيام متقيد بأنه يكون لا بد أن يكون إيمانا واحتسابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا كان الإنسان يريد أن يتقبل الله عز وجل منه صيامه فلا بد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في صيامه لا بد أن يكون صيامه إيمانا لله عز وجل راضيا بما أمره الله سبحانه وتعالى محتسبا الأجر والثواب عند الله عز وجل يصوم لا رياء ولا يصوم سمعة ولا مفاخرة وإنما لله سبحانه وتعالى هكذا كان أبو موسى الأشعري يتخير اليوم شديد الحر ليصوم فيه ليوم شديد حره يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يتمنى المرء أنه لو قدم أثرا طيبا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى به ولذلك كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن سعد أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عندما حضرت الوفاة قال لأولاده افتحوا هذا السندوق ففتحوا السندوق فإذا به بالثياب إذ بالسندوق يجدون فيه ثيابا عليه تراب رمل في هذا السندوق فقال لهم ائتوا بملاية ائتوا بملاية فجاءوا بملاية فقال لهم انفضوا هذه الثياب وهذه التراب على هذه الملاء فإذا أنا مت ضعوا هذا التراب بين جسدي وبين كفني فهذه ثياب كنت أجاهد فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى فإذا لقيت الله عز وجل سألني عما قدمت قلت يا ربي هذه تراب جهاد في سبيلك يا ربي هذه تراب الجهاد في سبيلك انظروا أيها الأحبة الكرام إلى ما كان يفعله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كانوا يقدمون وكيف كانوا يقدمون من أثر طيب لحتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصينه في إمام مبين هدى من البحيرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد هدى سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلك معذرة الصوت بس مش واضح أستاذينك بس وقت التلفزيون مسمعيني من التلفون أستاذة عودة أتفضلي بنقول لحضرتك أنا سمحنا بقى ديجي 7 سنين دي المكن وجودي اتحفت على ناس كيفة مشكوية والناس دي تدخلوه في تلك تحلو كلمان ده والناس دي تعلمين جسا وأنا عايزة عايشة من اللي أنا أولادي وعلى طول تعبين لصحتي وبعدلون لأخواتي وأنا مش عارفة أعمل معهم أسأل الله تدعيله لربنا يديه وخرجنا من نحن فيه لأنني أنا اشتغلت ومتعدت معها 19 سنة وخد كل الشغل وتعب وشهاية أنا عزابة ربنا يديه تدعيله لربنا يديه وقواه من دعوة فيه وتدعيل يا شيخنا من ربنا يستحادي يعوضني خير حاضر حاضر أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله العلي القدير أسأل الله العلي القدير أن يفرج كربك وأن يهدي زوجك وشبيب وجميع المسلمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنكم الهمة والغمة والكرب العظيم وأسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يصلح بينكم يا رب العالمين وأن يهدينا وإياكم المسلمين جميعا إلى أحسن الأخلاق وأن يبعد عنكم كل سوء وأن يصرف عنكم كل سوء ومكروه اللهم أمين يا رب العالمين أصيقي بتقوى الله سبحانه وتعالى وأصيقي أيضا بذكر الله عز وجل والمحافظة على الأوراد وعلى الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء لله سبحانه وتعالى بإخلاص في الصلوات وفي السجود وفي الركعد وفي هذه الأيام المباركة يعني دائما تدسلين الله سبحانه وتعالى لأن الدعاء هو العبادة والإنسان أقرب ما يكون ربي سبحانه وتعالى وهو ساجد فالله عز وجل ليس مننا ببعيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فأكثري من الدعاء في وقت السحر وفي وقت الافطار وفي الركوع وفي السجود وفي الصلوات لله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي زوجك وأن يصلح حالكم وأن يفرج كربكم وأن يصرف عنكم كل سوء ومكروهن يا رب العالمين اللهم أمين محمد سلام عليكم إزاي حضرتك يا عم الشيخ يا أهلا وسهلا الله يحفظك كل سوء حضرتك طيب وأنتم صحة وسعادة وسطر من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عم الشيخ أنا عوز أسألك سؤال اتفضل أنا جوزي بيضرب لأنه له بنت عمته يعني بيكلمها فهي كانت يعني هي أرملة نعم فكانت يعني هي كانت بتقوله إيه إحنا بنتكلم كأخوات ومفيش أي حاجة ولا بتطمن عليه نعم فبعد كده لقيت هل هي بتصور نفسها صور مش كوي سوف تبعتها له على الواتس ويعني ممكن تكلمه في اليوم دوت عشر مرات وأنا مش مؤثرة مع جوزي ده في أي حاجة خاطئ يعني لما جيت واجلت وقلت له بقى يضربني ويقول لي عجبك تعيشي كده عجبك مش عجبك امشي ومش هتغضي عيالك فأنا مش عارفة أعمل مش عارفة أعمل إيه حاضر حاضر شكرا يعمل يعني اسألي ربنا سبحانه وتعالى دايما وتقربي لله عز وجل بالدعوات ودائما اسألي الله عز وجل له الهداية والصلاح والتوفيق والرشاد فهذا أول سلاح السلاح الأول عليك بالدعاء لله سبحانه وتعالى في كل الأوقات أن يهديه الله عز وجل هذا أولا ثانيا عليك أن تذكريه بتقوى الله سبحانه وتعالى يعني لا تحسبيه على فعل وإنما ذكريه بالله عز وجل ذكريه أنه سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى ذكريه بموقف فيقف فيه قدام ربنا عز وجل فيه يعني عندنا طرق كتير جدا ممكن نوصل بها رسائل دون يعني الدخول في مواجهات ممكن على التليفون مثلا خطبة أو درس لأحد المشايخ أو أحد العلماء أو أحد الدعاء المؤثرين يتكلم فيه مثلا عن مثل هذه الأمور ويتكلم فيه عن تقوى الله سبحانه وتعالى يتكلم فيه عن الموت يتكلم فيه عن لقاء الله عز وجل يتكلم فيه عن الجنة ويتكلم فيه عن النار فهذا هو الواعظ الحقيقي يعني الأمر ليس حسابا أنت مش بتحسبيه ما تحسبهوش وإنما عليك أن تذكريه بالله عز وجل عرفين أنه هو يقف الدم ربنا فقريه هو أكيد عارف هو أكيد بيسمع خطب ويسمع دروس ومواعظ ولكن يحتاج دائما إلى تذكير ذكريه دائما بيعني تقوى الله سبحانه وتعالى وبأن هناك أمور يعني إن أخفها الإنسان عن الناس لا يخفيها عن الخالق سبحانه وتعالى وأنه سيسأل أمام الله عز وجل يعني زي ما قلت لحضرتك كده ممكن درس علم خطبة وهو موجود بدون يعني الكلام الصريح وإنما يكون الكلام من الدعية أو من الوعظ لعلها تكون كلمة مؤثرة في يعني يستجيب وتبعده عن ذلك السوء وعن هذه الفحشاء يعني صلى الله تعالى أن يهديه وجميع المسلمين اللهم أمين أم مصطفى سلام عليكم يا أهل المسهل هقول لحضرتك حاجة موضوع كده معي زي اتفضلي وصح حضرتك ابني وصح من خمس سنين مين ابني ابني ربنا يرحمه يا رب ما يخليك فهو كان حضرتك بيخسل خلة ويمزعد عنك في تصمم في الدم وخضل حضرتك وخل خير جدا ويعمل الله ويعمل الله ويعمل عمره ومراضيني فوق الوقت أنا وأنا نعم أهل كلهم ويد الغلبان ويد اليسيم وكل حاجة أهل كل حضرتك ولله الحمد بعمله برضو على قد ما بأضر فعايز أعرف من حضرتك مع الشهي أنه هو كده ميت شهيء من الشهداء ولا إيه نحسابه عند الله تعالى من الشهداء نحسابه عند الله من الشهداء والله يا مصطفى يعني الأمر طبعا ليس بالرؤية في المنام يعني مش هو ده الشرط لأن يكون يعني من أهل الجنة ومن أهل الصلاح يعني ولكن عليك بالدعاء الذي تملكينه هو الدعاء وإن استطاعتي أن يعني تقومي بعمل بصدقة جارية وده موضوعنا النهاردة ترك الأثر هو يمكن ما قدرش يقدم لنفسه أثر طيب من صدقة جارية ولكنه يعني قدم أثر طيب أنه كان بر بيك وأنه يعني خليك اعتمرتي وأنه كان بر بالأهل والأقارب وبالأرحام كما تقولين يعني فهذا طبعا من الأثر الطيب الذي نرجو الله سبحانه وتعالى يعني نرجو بهذا العمل أن يكون سببا لمغفرته وسببا لرحمته من يعني يوم القيامة يعني فأكثري لهم من الدعاء هذا الذي تملكينه إن استطعت أن تتقدمي أنك تعملي صدقة جارية تكون يعني تجري في ميزان حسناته زي كل درمية مثلا أو مصاحف أو أي شيء ولو بسيط جدا 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 ولكن تكون صدقة جارية يعني لعلها تكون سببا في مغفرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان إن قط عمله إلا من ثلاثة منهم صدقة جارية فإن استطعت أن تتقدمي لله سبحانه وتعالى بصدقة جارية لعلها تكون منجية له يعني صلى الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يعافيه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله من خطياه بالماء والثلج والبرد وأن يجعل هذا المرض في ميزان حسناته اللهم أمين يا رب العالمين وأن يجعل هذا المرض سببا في تكفير ذنوبه وسيئاته يا رب الله يكرمك نكمل بإذن الله تعالى فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح تركوا أثرا طيبا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الصحبي الجليل بلال الحبشي مع أنه كان عبدا حبشيا إلا أنه ترك أثرا طيبا رفع قدره عند الله عز وجل ورفع شأنه عند الله سبحانه وتعالى لما حضرت الوفاة لبلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ابنته بجواله تبكي وتقول وَا كَرْبَ أَبَتَاه وَا كَرْبَ أَبَتَاه فيقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم أنت تبكي ليه لا كرب على أبيك بعد اليوم اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبة فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأذان الذي كان يرفعه اليوم ألقى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ألقى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كنت أنادي فيهم في الصلاة وكانوا يصلون وكانوا يسمعون صوت وهو يرتفع بالأذان قدم أثرا طيبا وغيره من أسلافنا كان لما حضرته لفاه جاءت ابنته بجواله تبكي وتقول وَا كَرْبَ أَبَتَاه فيقول لها لا كرب على أبيك انظري إلى هذه الزاوية فقد ختمت القرآن فيها ألف ختمة قدم أثرا طيب ألف ختمة في زاوية وحيدة فما بالنا بالختمات التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل في الصلوات وفي ذهابه إلى المسجد وإلى عمله وفي غير هذه الزاوية أعمال صالحة كانوا يتقربون الله عز وجل بها لأنهم علموا أن الذي يبقى هو الباقيات الصالحات أن الذي يبقى والآخرة خير وأبقى فكانوا يقدمون لأنفسهم شيئا طيبا وعملا صالحا يتقربون به إلى الله عز وجل وفاء من أسيوط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت الطيبة يا رب الله يكرمك اتفضلي سألي الأول سؤال هل تجوز الزكاة بتاع صيام زكاة الفطر زكاة الفطر نعم هل يديها الابن اللي ما يشتغلش ولا هذا كات الفطر نعم نعم هل الابن متزوج ويعول ولاه أسرة اي ومعه أسرة ويعول وفقير اي ومعه متزوج ومعه أسرة ولا تلزمه السؤال الثاني فيه واحدة بتقول لك لازم بتقول لك يعني حرام ولا حلال حلال ولا حرام لو خدت برشام يمنع الدورة في رمضان بحيث تصوم رمضان كامل نعم حاضر حاضر سؤال تاني ولا حلاص حاضر بالنسبة للسؤال الأول زكاة الفطر إذا كانت ولدك هذا لا تلزمه نفقتك لا تلزمك نفقته فلا بأس أنك تدينه من زكاة الفطر خلاص ده بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني فبالنسبة لمانع الحملي حتى تستطيع أن تصوم شهر رمضان كاملا فإذا كان هذا لا يسبب لها ضرر يعني لو أن الطباء أللها أن هذا ممكن يسبب لها ضرر أو فيه ضرر فلا لأن هناك رخصة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه فلو كان هذا يسبب لها ضررا فمن باب أولى أن تترك هذا الداء أو هذا الدواء وتفطر في رمضان الأيام الدورة ثم تصوم وتقضيها بعد ذلك فإذا أرادت أن تصوم رمضان كاملا وكان لا يسع عليها أي ضرر فلا منع أن تأخذ يعني كما قال بعض أهل العلم شعبان سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مرحبا قولي يا شيخ حضرتك لو سمحت على اللقاء في التيفي كان عنده بيت وبركاته وابنه خذ والدته وسته وكتب البيت ده باسمه باسم والدته وهو البيت مش باسم والدته أساسي سانية هو خذ تحك على سته وخذها خلها تكتب البيت باسمه والدته والد دلوقتي قاعد عند بنته فيه اللي شايلات فباعدك السؤال تاني السؤال تاني هو البيت كان بتاع مين البيت أساسا كان بتاع الوالد بتاع الوالد تمام طبعا كان لسه بتاع والدته والدته كانت كتب باسمه البيت ده باسمها البيت ده نعم طبعا دلوقتي الوالده ماتت الزوجة ماتت اللي هي زوجة المفروض ليه الحق في البيت تمام فطبعا فيه ربع هو كده الزوج ليه ربع التارك حضرتك زي ما الشهر يقول صحيح فطبعا الربع ده هو عايز يكتبه البنت من ولاده والولد التاني والولد التالت والبنت التانية هم بقى يتصرفوا بقية البيت فهو عايز يعرف حضرتك هل ده حرام أم حلاك يعني هو مازال موجود صح كده وعاوز ياخد النصيب الزوجة ويدديه لمين للبنت يديه البنته يديه البنته اللي هي شايلات اللي هي متكفلة بيه والله إن كان سيعطيه لها يعني على سبيل الهبة هو لكن هو كان طبعا المال الزوجة هو خاد الربع صح كده؟ أولوه الربع هو خاد نصيبه في البيت؟ آه آه خاد نصيبه في البيت وعاوز يديه للبنت صح كده؟ لا هو لسه ما خادش هو عايز يكتب يكتب لأنه خايف من أخه البنت لا يكتبه باسمه يعني زي ما عمل مع والبيته مع سبته يعمل معاخته كده والله إن كان عاوز يديها على سبيل الهبة مفيش مشكلة لو على سبيل الهبة أصلا هو طالما إن هو موجود ما ينفعش يقول إنه هأدي دات من التاركة أو ده ما تديش يعني ده ما فيسموش توريث أو ما فيسموش تاركة ولكن إن كان على سبيل الهبة وهو يملك الشيء ده خلاص هو أصبح ملك ليه فهو يهبوا لمن يشاء عاوز يديه للبنت عاوز يديه للولد ليس شرط في الهبة أن يعني أن يعدل بين أولاده في الهبة مش شرط يعني أنا ممكن مثلا أجيب لوحد من أولادي عربية وديه له على سبيل الهبة من مال الخاص فليس شرط إن أنا جيب لي ابن التاني عربية مثلا اشتريت ذهب لبعض البنات مثلا مش شرط إن أنا جيب لي البنات كلهم كده فإن كان يعني أخذ هذا المال أو هو نصيبه وكان في حوزاته فله أن يتصرف فيه كيفما شاء فلو إنه هو إداه لابنته أو كتبه لها على سبيل الهبة مفيش مشكلة على سبيل الهبة مفيش مشكلة أما على سبيل التوريث والتركة فهذا طبعا لا يجوز في حياتي يعني واضح السؤال جزاك الله خير وجزاكم إن شاء الله تعالى فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلفون الصالح تركوا أثرا طيبا منهم من ترك ختمات للقرآن ومنهم من كان محافظا على الصلوات ومنهم من نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه يقينا أن من الباقيات الصالحات ومن الذي ينتفع به الإنسان في حياته وفي قبره وفي لقايا عند الله عز وجل العلم النافع فإن شغلوا بالعلوم النفعة كالبخاري ومسلم والذهبي وغير كثير جدا من علمائنا رحمهم الله تعالى تركوا أثرا طيبا أجسادهم فنيت ولكن بقي لهم الأثر الطيب وبقي لهم عملهم الصالح من علم نافع كتبهم موجودة وحديثهم التي ذكروها وهذه الكتب التي ينتفع بها كل مسلم في زمننا هذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها فهذا من جملة الباقيات الصالحات ومن العمل الصالح الذي تركه هؤلاء أسلاف ونردوان الله عليهم أجمعون هاجر من الجهزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يا محمة أبنك يا شيخ أنا كنت نذرة نذرة يعني بمية جنيه وبعدنا ما عرفت الشيء يعني أسفع المبلغ كل يعني عادي يعني أنت نذرت النذرة أنك تتصدق بمية جنيه يعني وبعد كده يعني معرفتش يعني أدفع المبلغ كل عادي يعني لو ده فتح حاجة منه طيب هل كنت يعني نذرة النذرة ده في وقت محدد ولا سبتها مفتوحة يعني الموضوع مفتوح وقت ما ربنا يعني يسر عليك تدفعي آه قلت كده آه طيب ما فيش مشكلة وقت ما يعني يتيسر لك الأمور تصدقي بالماء الجنيه ووفي بالنذرك يعني فإلا ما تستطيعي فممكن أن طبعا أنت كان في نيتك تتصدقي بالمبلغ ماء جنيه آه كان نيت لما تصدق أنا بالمية آه بس ما كانش شرط أن أنت تتصدقي بها كلها في وقت واحد فما فيش مشكلة أنك تقصيميها يعني ما فيش مشكلة كل ما يأتي لك يعني مبلغ من المال ويتوفر عليك يعني توفي بالنذرك يعني ربنا يتقابل إن شاء الله الصحابة ردوان الله عليهم علموا حقيقة الدنيا وأسلافنا ردوان الله عليهم وعلماؤنا علموا حقيقة الدنيا الإنسان يريد أن يعني يترك أثرا طيبا فأي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عندنا المحافظة على الصلوات الخمس عندنا الدعوة إلى الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل وأن يأخذ بأيدي الناس إلى الخير ويكون دليلا لهم على طريق الخير موصلا لهم إلى طريق الجنة فهذه من أسما ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عندنا الصدقة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويأتي بماله كله ليضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى عمر الفاروق يأتي بنصف ماله ليضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم علموا أن الإنسان مهما تصدق ومهما أنفق فإن هذا المال الذي ينفقه الإنسان لا يقل من ماله إنما يربيه وإنما يزكيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فهذا المال الذي ينفقه الإنسان أجره وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعجب عندما نجد الإنسان ينفق ماله وينفق أكثر ماله في ملذات الدنيا وفي مطعامه وفي مشرابه وفي ملبسه وفي سياراته وفي مسكنه يشتري أغضل الثياب ويشتري أغلى السيارات والعربيات ويشتري لذ الأطعمة وعندما يأتي يتصدق تجده ينفق أقل المال أقل المال ينفقه وأقل المال يتصدقه ببل وقد ينفق ماله كله على أولاده ثم يريد منهم بعد ذلك أن يقوم له بعمل صالح أو بصدقة جارية أو بكذا أو بكذا فلماذا أنت لو أنك قدمت لنفسك لماذا لم تقدم أنت لنفسك لو قدمت لنفسك لكان خيرا لك عند الله سبحانه وتعالى وأبقى فأولدك بعد ذلك يذهبون معك إلى قبرك ثم إن جلسوا معك ساعة أو ساعتين أو أكثر إلا أنهم ستركونك يأتي الإنسان إلى قبره ويأتي معه ماله ويأتي معه عمله ويأتي معه أولاده ثم يرجع المال ويرجع الأهل والولد ثم يبقى الإنسان في قبره ولا يبقى معه إلا عمله فعمله إما أن يكون صالحا وإما أن يكون شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى يبقى الإنسان في قبره ولا يبقى معه أحد فأمواله وأولاده تذهب يذهب أولاده ليأخذون هذا المال ويتمتعوا به كما يشاءون وكما يريدون يذهبون به إلى هنا وإلى هناك ويسافرون إلى الأماكن يدفع فيها أكثر أموالهم التي ورثوها من آبائهم ولم يتفكروا ولم يعقلوا للحظة واحدة أنهم يقدموا لوالدهم أو لوالدتهم عمل صالح أو صدقة جارية وقد يقول بعضهم أنا لي أعمل كده طب هو كان لو كان معاه الفلوس وكان يقدر يعمل بس ما عملش لو كان عاوز يتصدق أن تصدق لو كان عايز ينفق أن ينفق فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام علموا مكانة الصدقة والإنفاق الإنسان يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يتصدقوا بعدل تمرة ويكونوا من مال طيب والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ثم يأخذ هذا المال الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا المال ويأخذ بيمينه ثم يربيه لصاحبه فيكون سببا لنجاته أمام الله عز وجل ويكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة كثيرة هيأها الله عز وجل للإنسان وأرادنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بهذه الأعمال وأن نتقرب بها إلى الله عز وجل كصلاة وصدقة وزكاة وبر وحج وعمرة وبر وإحسان الإنسان قد يريد أن يتصدق وقد يريد أن ينفق ولكنه لا يجد ما ينفقه فيقول كلمة طيبة فترفعه عند الله سبحانه وتعالى درجات وتحط عنه خطايا وذنوب وسيئات الإنسان يمتلك الكثير والكثير قد يتصدق الإنسان بجنيه واحد فيربيه الله عز وجل ويزكيه له فيكون سببا لنجاته أمام الله سبحانه وتعالى ويكون شافعا له عند الله عز وجل فعلى الإنسان منه أن يجد وأن يجتهد في أن يترك أثرا طيبا يلقى الله سبحانه وتعالى به يعلم ويتأكد يقينا أن هذا العمل الصالح الذي يتقرب بنا لله عز وجل قد يكون هو سببا في نجاته وسببا في نجاته من النار وسببا في رفعته عند الله سبحانه وتعالى قولها قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم نسأل الله تعالى أن يعينه وإياكم على صيام شهر المضان وأن يتقبل مننا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصل اللهم وسلم وزاد وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوصة في الأمور والاعتدال دين السعادة والسؤال دين السعادة والسؤال